بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 أو تصميم أجزاء الماكينات 1 هذا المقرر مخصص لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية بالمستوى السابع وأيضا لطلاب قسم الهندسة الصناعية هذا المقرر يأخذ الرمز ME411 أو همك 411 ويعد هذا المقرر أيضا هو متطلب إلى مقرر Machine Elements Design 2 بالنسبة لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من تصميم أجزاء الماكينات المختلفة باختلاف أنواعها واختلاف تطبيقاتها بالطبع بالمرور بعدة مراحل أولها وأهمها هو التعرف إلى الأحمال التي تقع على أجزاء الماكينات المختلفة ومن ثم تحديد الإجهادات التي تنشأ عن مثل هذه الأحمال ثم تأتي الخطوة الثالثة بعد ذلك وهي تصميم أجزاء الماكينات بحيث تتحمل مثل هذه الإجهادات طوال فترة العمر الإفتراضي أو lifetime المرجو منها بالطبع سنبدأ في هذا المقرر بالcourse contents أو محتويات المقرر والتي نبدأها بintroduction أو مدخل عام نتعرف من خلاله على الأحمال والإجهادات التي تنتج عنها وسنشير إلى أنه باختلاف أنواع الأحمال تختلف أنواع الإجهادات ثم بعد ذلك سوف نتعرف على failure theories أو نظريات الانهيار وبالطبع عندنا نعين نوع متعلق بالstatic loading والنوع الآخر متعلق بالdynamic loading بالطبع عندنا نعين من التحميل النوع الأولين اللي هو الستاتيك والنوع الثاني اللي هو الديناميك وبنتعرف على failure theories أو نظريات الانهيار المتعلقة بكليهما حتى نحاول تفادي حدوث الانهيار أثناء فترة العمر الافتراضي لأداء جزء من أجزاء الماكينات ثم بعد ذلك سوف نتعرف على riveted joints أو وصلات البرشام ووصلات اللحام ثم screwed joints أو وصلات القلاوز ولو حبينا ان احنا نصنفهم هنصنف الاتنين دول على أساس ان هم permanent joints permanent joints طبعا في فرق بين الpermanent joints والnon permanent joints واحيانا يقال عليها يعني مثلا ده نقول عليه detachable joints اللي هو screwed joints يعني وصلات قابلة للفك والربط مرة أخرى أما بالنسبة للriveted والwielded joints هي وصلات دائمة غير قابلة للفك مرة أخرى بمعنى ان هو اذا تم وصل جزئين مع بعض لا يتم فصلهم إلا عن طريق تدمير الوصلة نكتفي بهذا القدر ثم نتابع في الدرس القادم إن شاء الله